ده بخصوص مباراة الأهلي وبيرامجز لكن بالتحديد عايزة أبتدي مع حضراتكم بأرعة طول الدورة أبطال أفريقيا بتحديد دوره بعد النهائي واللي كانت بالأمس واللي أصفرت عن مواجهة النادي الأهلي ليس هونداونز مواجهة كان الكل بيتمناها أو مش عايزة أقوله بكل معظم جمهور النادي الأهلي كان بيتمناها لعاب الفريق أو بعض لعاب الفريق كانوا بيتمناوا هذه المواجهة وخصوصا بعد خروج النادي الأهلي على إيد سونداونز الموسم الماضي في نفس البطولة ونفس الدور كمان بالمناسبة لكن في كل الأحوال في كل الأحوال الكل بيتكلم على أهمية هذه المباراة وأنها مباراة سقر ومباراة رد اللي أعتبر خليناك كده بالراحة نقسمها واحدة واحدة أنت هدفك الأساسي إيه أصلا من البطولة أنك تكسبها تمام حلو أنت دلوقتي في دور التمانية هتقابل مين هتقابل فريق قوي زي فريق سونداونز في قفل أذهان النتيجة بتاعت السنة اللي فاتت وكلام من ده لكن لازم تقسم أهدافك بشكل جيد إزاي يعني؟ يعني أنا عايز إيه من المباراة؟ أنا عايز من المباراة دي أن أنا تأهل لدور نصف النهائي أنا مش عايز أكتر من كده أنا عايز أكسب في مجموعة المطرين والفوس ده يأهلني للدور المجموعة في بطولة دورة أبطال أفريقيا لأن في الآخر إحنا عايزين بطولة مش عايزين نكسب سونداونز سكور طبعا وتيحت لك الفرصة أنك تكسب فريق قوي زي سونداونز بسكور كويس ماشي لكن مش ده خالص المطلب الأساسي مش ده المطلوب من لعبة النادي الأهلي لأ عشان ما يبقاش الموضوع في ضغوط كبيرة على اللعبين ولا حاجة أه كجماهير بالنسبة للجماهير فعلا هي مباراة رد الاعتبار مباراة رد الاعتبار حيبقى من خلال فوزك في المباراة وتأهلك مش حيبقى من خلال عدد الأهداف عشان برضو الموضوع يبقى واضح اه انت عايز ترد الاعتبار فعلا في هذه المباراة ازاي انك تعوض خروجك السنة اللي فاتت على يد نفس الفريق اللي هو فريق سونداونز من خلال انك مجرب بس تفوز عليه وتتأهل لدور نصف النهائي ده اللي مطلوب من لعبة النادي الأهلي وده اللي بيركز عليه الفريق والجاز الفني بشكل طبيعي جدا وده اللي احنا المفروض كجماهير او كمحبين للنادي الأهلي نبقى مركزين عليه بشكل اكبر وزي ما قلت الحرك لو فرصة جات لحاجة افضل من كمانك تتأهل بس ماشي خير وباركة مفيش مشكلة لكن برضو لازم نأكد ان الارقام الكبيرة والنتاج الكبيرة دي بتحصل مرة في العمر خصوصا مع فرق كبيرة زي الاهلي او سونداونز او فرق الكبيرة يعني في قارة أفريقيا فالأولويات دايما هي التأهل لدور المقبل دور نصف النهائي من بطول الدوري أبطال أفريقيا ورد الاعتبار من خلال الفوز على سونداونز بأي نتيجة تؤهلك لدور نصف النهائي في بطول الدوري أبطال أفريقيا لكن في المجمل البطولة السنادي بصراحة منتهى القوة منتهى القوة كل المباريات في دور التمانية تحديدا يعني تحس ان انت بتتفرج على الشامبيونز ليج أوروبا مع فرق المستويات طبعا لكن على أسماء الفرق أهلي سونداونز ترج الزمالك مطشي قوي جدا الرجاء مازنبي الوداد نجم السحيلي فرق كلها خدت بطول الدوري أبطال أفريقيا وفرق كلها قدرت ان هي تسطر تاريخ لها في أفريقيا وأسماء كبيرة جدا لكن خلينا نعرض لحضراتكم شكل طريق النادي الأهلي في البطولة تحديدا وده اللي يهمنا بكل تأكيد الأهلي حيلاعب سونداونز بشكل رسمي خلاص يوم 28 فبراير بعد محدد الاتحاد الأفريقي معاد هذه المباراة مباراة الزهب حتكون في القاهرة بإذن الله يوم 28 فبراير ومباراة اللاياب حتكون يوم 6 مارس هناك في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا الأهلي بإذن الله تعالى لو كسب بإذن الله إن شاء الله حيقابل مين؟ حيقابل اللي كسبان في طريقه من الوداد والنجم السحيلي أيضا هتبقى مواجهة في منتهى قوة ما بين فرقتين دول وحتبقى منتهى القوة كمان لما الأهلي يقابل إحدى الفرقين لكن إن شاء الله أهم إن احنا نعدي أول خطو تكسب تلاعب الكسبان من الوداد والنجم السحيلي وبإذن الله تتأهل النهائي عشان تشوف مين اللي هيقابلك من الناحية التانية اللي فيها أربع فرق أيضا مميزة جدا زمالك ترجي اللي هيكسب فيهم حيلاعب الرجاء أو مازمبي وبالتالي يتأهل للمبراءة النهائية فدي خريطة أو طرق بطولة دوري أبطال لأفريقيا اللقب الغالي والأهم والهدف الأسمى في الحقيقة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي هذا الموسم بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي مسؤولين جهاز فني لعابين الكل مركز على البطولة دي بإذن الله وإحنا قدرين إن شاء الله أن نحقق هذا اللقب الغائب عن بطولات النادي الأهلي أو عبدالله بطولات النادي الأهلي تحديداً عمدار 6 أو 7 مواسم سابقة